دكتور يعني المشاهد الأهلاوي ومشجع النادي الأهلي يهموا أنه يتطمن دي فترة انتخابات صحيح أن أعضاء النادي أعضاء الجمعية داخل جدران المقارات المختلفة مشغولين بأعمال الدعاية بلقاء السادة المرشحين بمناقشة الأفكار المطروحة لكن عجلة العمل في النادي الأهلي هل يمكن أن تتأثر في هذه الفترة بالأجواء الانتخابية خليني أقول لحضرتك أننا دائما في النادي الأهلي نبقى حارسين على أن يكون هناك توازن كبير مهم موجود في النادي الأهلي فعلى الرغم من أهمية الانتخابات لأن الانتخابات هي التي تصنع مستقبل الأربع سنوات القادمة وده شيء مهم يمكن النادي الأهلي خليني نقول أن أحد مصادر قوته كانت دائما من جمعية العمومية عندما تكون هناك جمعية عمومية قوية فأنها تدعم قوة القرار قوة القرار وده ما يعرف تاريخيا عن النادي الأهلي أن النادي الأهلي يمتلك قوة القرار فصناعة قوة القرار بتنشأ من جمعية عمومية قوية ولذلك النادي الأهلي يواجه الأربع سنوات الماضية تحديات ضخمة وكبيرة لم يستطع أي نادي آخر أن يواجهها لو لا قوة صناعة القرار في النادي الأهلي اللي جاية من خلفية من الجمعية العمومية عندما نزلت الجمعية العمومية بما يزيد عن 36 ألف صوت داخل هذه الجمعية ده كان نعكاس لمستقبل صناعة قوة القرار وبالتالي التحضيرات للجمعية العمومية الحالية على قدر كبير جدا من الأهمية لكن احنا دايما متعودين في النادي الأهلي أن احنا بنقدر بننجح بكل المستويات اللي في الهيكل التنظيمي سواء كان من مجلس الإدارة سواء كان من الجهاز التنفيذي سواء كان من جهاز الكورة سواء كان من جهاز النشاط الرياضي سواء كانت من اللجان اللي موجودة اللي بيصدر بها قرار عن مجلس الإدارة بنبقى حرسين جدا جدا على أن الأعمال اليومية تسير على قدم وساق بنفس قوة الاهتمام اللي بتسير فيه في الأيام الطبيعية